الفترة الأخيرة ظهر فجأة كده في حياتنا مصطلح بقينا نسمع كتير عنه والمصطلح ده هو جن زي أو جينريشن زد هو ده المصطلح اللي بيعبر عن جيل جديد من الشباب واللي هم المفروض من مواليد 1997 لحد سنة 2012 المشكلة مش هنا لأننا كنا بنسمع قبل كده عن جيل الستينات وجيل السبعينات وغيرهم طبعا ولكن المشكلة في أنه الجيل ده بقى ليه مصطلحات وحياة وثقافة ويمكن لبس وصايل مميز جدا ويمكن كمان رؤية خاصة بالحياة ولكننا عايزين نعرف أكتر عنهم قررنا أنه يكون معنا النهاردة واحد من صناع المحتوى اللي تقريبا كل كلامه عن مصطلح الجن زي ومركز معاهم جدا فقلنا نعرف منه إيه بيحصل وبيتغير في الدنيا وإحنا مش عارفين عنه حاجة منورنا في الستوديو صناع المحتوى أحمد عبدالله زكي أحمد عامل إيه؟ طبعا أول سؤال هسأله لك إيه جن زي دي؟ هو جن زي طبعا هي جينريشن زد وده هو جيل الجيل اللي بقى مختلف جدا عن كل الأجيال اللي قبله واللي بعد لأنه هو طبعا مرتبط بالسوشيال ميديا ومرتبط بالإنترنت ومرتبط بالعالم كله في إيده فبقى جيل مختلف بشكل مختلف ليه طريقة مختلفة وليه حتى شكله مختلف ولبسه مختلف وكل أفكارهم مختلفة عن اللي قبلهم بفرق كبير يعني بقى فيه فرق كبير مرة واحدة يعني الواحد حاس أنه يعني مش كبر هو حاس أنه ما بقاش موجود معهم في العالم بتاعه خالص إحنا بقينا برا فهتحس أن هم حتى ما ترحي أي أماكن بتاعيتهم اللي هم بيخرجوا فيها زي الأماكن المعروفة اليومين دول هتلاقي كلهم شكل واحد كلهم تقريبا بيشربوا نفس المشروب بيأكلوا نفس الأكل بانطريقتهم كلها كبير مختلف وهم مبسوطين مع بعض يعني ما عندهمش مشاكل مع بعض خالص مسلمين مسلمين وحبين اللي بيعملوهم إحنا بقينا يبانيين ولا صنيين ولا necessity كلها لألاهي اللي هي الجين زي دي كلها شوا بعض لجيت هنا زدرايف البنات كلها شوا بعض والولاد كلها شوا بعض البنات أيضاً اليزي الأبسين قميس كده يعني من الابسين كدا ولّ الحاجة فـ يعني caramomко fick منهم يعني ع Marioninceau où عدنا مرحلة اللي هي السطومج في بداية الساحل دخلنا بمرحالة الكتفة الولاد بقى الشعر المفلفل والبناتين اللي هي الواسعة اللي مرسوم عليا إيديت والbodyhot والجيم وكدا أنا فيه اتنين دخلت أسلم عليهم أنهم أبني ما تلعونش أبني فهو إحنا اللي بينا غرب يعني أنا ما جيش المناطق دي أنا بيت أحس أن أنا واحد نيجيري ينزل الصين هم شاه بعض أنا الوحيد المختلف عنه طيب أنت دخل عليك الجنزي ده إزاي يعني أحكي لنا كده إيه اللي حصل لك إنت كنت قاعد في البيت إحنا قبل التصوير قلتين عندك ولد وبنت ولد عنده 16 والبنت عندها 14 سن طيب إيه اللي حصل أنت كنت قاعد في البيت دخل عليك الجنزي ده ما هو الولاد دول كانوا سنهم اللي هو الصغير العادي الـ 9 سنين والـ 10 سنين وـ 11 سنة طبعا الولد اللي هو ابني الكبير عبد الله هو اللي بدأ يكبر الأول ويدخل في المرحلة دي فهو طبعا تعرف الولاد في مرحلة كده اللي هو بيبتدي يكبر شوية يطول شوية صوته يدخن فيبتدي يحس أنه هو بقى راجل فده خلاص اختلفت مع الحياة بقى عايز على طول مسك الموبايل طبعا زي الكل أو الآيباد أو التاب على طول صحابه اللي هم حتى ما بلعبوا بلاي ستيشن حتت فكرة أنهما عادين بلعبوا اللاين مع بعض أو بيكلموا بعض وعايشين مع بعض حتى لو هو في البيت بس هو عايش معهم وبيتكلموا مع بعض فبدأ أحس أنه بقى فيه اختلاف حتى اختلاف في شكله في طريقة الحلاقة في طريقة اللبس يعني تحس أنه يعني مبدأين كلهم لديهم لابسيني أبيض يسود ما فيش ألوان يعني بيتكتح حسنا لو لابس أزرق بحس أن أنا غريب أو أنه بحسس أنه شريح غريب يتليهم كلهم لا يا أبيض يا أسود البناطيل بتاعيتهم حتى الجينز يتليه يختفى منهم يعني تلاقي الولاد مش لابسين جينز لابسين البناطيل اللي هي زي السويت بانس أو البناطيل اللي هي الجابلين بس واسع وزي بعتها رياضة شوية زي بتوع الرابر أكتر عرفة الناس اللي هي الستايل دوت هو ده الستايل الواسع مش الجينز اللي تحسن هو إيه داية أو خانيهم لا خلاص يعني أنا ابني جبت له قبل كده بانطلون كنت مسافر جبت له بانطلون جينز واحد ما لبسوش أصلا هو بيلبس اللبس اللي هو زي التراكسوتس والحاجات زي بالضبط كده الحاجات اللي هوسع فهو الجيل ده دخل علينا بشكل أنت اللي لازم بتتعاملي معي هو خلاص هم كلهم كده فأنت اللي لازم تبتدي تتأقلمي على الوضع وتتعاملي معهم مش هينفع تخرجي برا الوضع ده معهم طب إيه أهم صفات الجنزي يعني أنت قلت لي لبسوهم كده بيسمعهم الزيكة عاملة ازاي بيحلقوا شعرهم ازاي البنات عاملين ايه بيتكلموا ازاي أنا هقولك الصفاتهم هم عندهم مميزات كترة جد أولا هم واسقين من نفسهم جد وجرأة يعني أي حاجة يقبلوا عليها ما يخافوش منها يعني أنا في حاجات أنا بنا أنا أعملها لا ابني يقول لي يلا نعملها سواء ألعب بسم فيها خطر ألعب فيها حاجة يلا ننزل والروح ما أقوع الجنبي ما فيش مشكلة طبعا هم بمنفتحين على العالم عندهم ميزة غيرنا خالص أنا ممكن لو أنا في الجيم والكوتش قال لي إلعب الطريقة كده أو لعبها كده هو يسمع ده بس لازم يعمل عليه سيرج ما يسمعشه فرور احنا هنسمع وهنعمل وهننفس في سانيتها انت بتفهم مع أكتر مني في شغلانتك معروفة لا هو لا هيدخل سيرج كلامه يشوفه هو اللي بيقوله ده أصلا يناسبني ما هو لا أيضا ينفعه أو صح أولاد بس طبعا هي الجراءة بتاعتهم دي خطر برضو يعني أنا عندوش اي مشكلة انه هو يرجع بقوبر الساعة 3 بالليل أو 4 بالليل احنا جدنا بردو عنده مشكلة يعني أنا ولا يعمل نعمل إحنا كلنا بره وراجعين لا هو عادي يعني ما عندوش اي مشكلة خالص عندهم مش مشكلة انه عايزين يسافروا مستعجلين أوي يعني عايزين يسافروا مع بعض الساحل اللي وحدهم عايزين ممكن يخططوا ان هم عايزين يسافروا برا مصر و لوحدهم هي الجراءة دي عارفة فرق الاختلاف الجامد بين تربيتنا وتربيتهم الموضوع صعب وانت ما تدامكيش حل غير انت تصاح بيهم يعني هي التجربة معهم يعني انا خدت تجربة خدت ابني وثلاثة اصحابه وثلاثة الساحل لوحدة معهم قضيت معهم ثلاثة ايام انت بالنسبة لهم كائن غريب ولا هم اللي بالنسبة لك كائنات غريبة هم كائنات غريبة انا مضطرح احسسوا ان هم طبعيين اه طبعا وانا ساكت حواليهم سايبهم يعملوا اللي هم عايزين بس هم يعني اللي ستة الصبح ومن عشرة الصبح صاحيين ويعني ويطلعوا البيتش عايزين يروحوا الجيم يعني هم مهتمين جدا بالرياض مش بعيد عن الرياض وعايزين شكل جسمهم حل وطبعا الحلاقة اللي هي كلها مفيش حد بيحلق بس يعني هت صغيرة هنا كده حتى مش بالجنب كلها هت صغيرة كده يعني الحلاقة ده احنا بريدين يدفع فلوسه ليه وبعدين كله اسبوع رايح للحلاقة وبيرجع زي ما هو عشان ديه بقى حتة صغيرة فترجع بسرعة وبيرجع زي ما هو فانتي بالنسبة لك دي بطبع غريبة جدا وصدمة طبعا المدارس بقى التعليم بتاعهم اختلف هم كمان ما بيحبوش يقيروا كتير هم بيحب ياخدوا المعلومة بالطريقة AI انترنت سهلة سريعة في انستجرام حد في دقيقة بيديله المعلومة اللي هو عايزها بسيطة وسريعة وقصيرة وهو لكن جيه حد منهم مثلا يمسك كتاب او يرى كتاب لا دي ما بقيتش ما اعتقدش انها بقيت موجودة او حتى انت ما بتخرج بره بتشوفيها مش موجودة خالص فهم جيل ليه مميزات كتير وبعدين هو خلاص كلها كم سنة والجيل ده هو اللي يبتدي يتعامل في المجتمع الواحد يعني هم دلوقتي في مرحلة اللي هي ما قبل التهاته عشرين واربعة عشرين خلاص من بعد بقى تهاته عشرين هو الجيل ده لغاية عشرين سنة هو اللي هيكون بقود المجتمع طب البنات عاملين ايه في الجنزي بوسي البنات مختلفين يعني البنات برضو خلي بالك زي ما احنا عارفين البنات التربيات مختلفة طبعا في البنات صفات مختلفة لكن الحاجة اللي هتلاقيها طبعا كومن بينهم هتلاقيها تخلد بقى اي قوضة بنت هتلاقي المرأية اللي عليها اللي هو بتاع التصوير بتاع التكتور ده موجود عندها حتى لو هي بتنزلش ببليك هي بتصوير يعني بدايما عايزين يخرجوا يروحوا الاماكن اللي بيروحوها لبسوهم هتلاقي كلهم يعني حتى كنت بسأل بنتي ما كنت جاي هنا البرنامج فبقولها ايه طب ليه كلكم شوه بقت قلت لي احنا بعد الكورونا في البيتجز اللي هي بقدت كلها اللوكل الحاجات اللوكل الحاجات المصرية فقلت لي كلنا بينا نجيب من اماكن واحدة الترند واحد وكلنا بينا بنلبس ازا بعد قلت لي ودي حاجة كمان ريحتنا قط انه مباش في حد بيلبس شكله مختلف مختلف او غريب فكلنا لبسين ازا بعد او شكله بعد طبعا برضو نفس الحكاية البنات عندها جرأة اكتر من الجيل اللي قبله بكتير ومن سن صغير برضو عايزين يخرجوا وعايزين يروحوا ويسافوا ويساعوا انا بنتي عندها 14 سنة جات لي من انا بحاول صاحبه خلاص هو ده الحل الوحيد اللي انا لقيته ان انا اكون لان عنف بقى وعقاب والحاجات اللي قد بتحسن لا خالص يعني هم اجينس يعني انت هتسحب الموبايل او تبخلي الموبايل معي انا مش عاملة برضو يعني جواها مش هتقول لي كده بس هو جواها بقى مش بيجو بالسكة دي قلت لي انا عايزة اروح للسينما وهقابل اتنين صاحباتي بنايت ورايحين للسينما انا بالنسبالي يعني لو والده اللي ارحم ومسلا اختي قالت له انا راح للسينما عندها 14 سنة البيت كله مش هايبات في البيت طبعا لكن انا خلاص مو قدميش خالص خلاص خلاص وده الوضع بتاعهم قلتها طب تعالي انا هواصلك وروحت ووصلتها وسبتها قدام السينما وجيت بعد كده اخدتها بس هو الفكرة كلها ان لو جيت انت فكري فيها حد عندها 14 سنة انت لو كنتي مثلا وانت صغيرة قلت لحدة ان راح للسينما وانا عندي 14 سنة حدش اسم الكلام اصلا مش مش موجود ولا يتسمع هتأكل ايه مجيزي هاي زي كريب ستاشي نوتلا بتغدي كريب ايه ما كنت بتحب الكريب وانت صغير انا صغير ما كانش في كريب او كان فيه وانا معرفوش مش عارف ايها كان عندنا الدنش مسلا دنش بص احنا كان فيه كونسبت زمان كده مية بحط عليها السكر ويغلوها بيسموها شربات يرموها على اي حاجة بات ايه وبها دنش بازبوسة وتبقى مسكرة كنافة وتبقى مسكرة والدنيا كنتمشي بس عارف يا احمد والله وانت بتتكلم عماله وفكر ايه احنا ايه اللي كان بيحصل معنا بفتكر كنا اخيرنا طبعا اكبر خروجة في حياتنا بنروح النادي بالزبط ومفيش موبايل فبالتالي احنا موما بتدي معايد حاجة يخدكوا مثلا من قدام البوابة الساعة 8 او 9 8 وضيئة ببقى فيه كلام مش حل وانا ناسمعه فبنق بس دلوقتي الدنيا بقت اسهل ان بتهيقلي ان لو مثلا كان فيه موبايلات وانحنا صغيرين اهلينا كانوا هيبوا دايما بيعرفوا يطمنوا علينا فيمكن الخنقة هتبقى أقل شوية من طريقة اللي هو ما تروحش هنا وما تجيش هنا لان هو هيقدر يوصلي في اي وقت فبرضو يمكن ده برضو مساعد شوية طبعا بيساعد بس خليباك في الاخر انت بيبقى فيه انت احساسك كأب او احساسك كأم لأ برضو فيه خوف هو ما بيباش في دماغك ده فانت برضو غزبا عنك انت بتبقى خايف بس بتحاول على قد ما تقدر ان انت لازم تبقى عارفة اصحابهم لازم تمشي بدماغهم لازم تخلق ما تدمكيش حل تاني صح وطبعا الدراسة دي بقى يعني لو ولد كويس وبيذكر لو واحده دي من عند ربنا من عند ربنا البقى كله عادي يعني كل حاجة ما تخافش سهلة ما انا بنجح يعني مش كلنا هنطلع عدكاترة مش كلنا هنطلع فهو بالنسبة لهم الحياة سهلة سهلة واحنا كنتتأصعب بكتير طبعا واحنا كنتتأصعب بكتير طيب قولي الجنريشنز القبل الجنزي ليهم اسماء يعني فيه القبل الجنزي اللي هو الحد 12 سنة تبعا 11 دول اسمهم الفة اه ايه الالفة بقى ده الالفة ده هو التمانينين اه لغير 9 سنين لا انا قصلي القبل اللي هو من من 2012 لحد 2013 بعد كده من 2012 من 2012 ع бог هما دول الزي بعد كده اللي قبلهم اللي هما من يليين و بقى قبلهم إكس يعني دايما اتلاقي إكس FIRST ما فيش بقى هو Chemistry هتلاقي أبهات الزي اغلبيتهم هتلاقيهم اللي هما الاكس اللي هما زي نكده اللي هما التمانينات يعني اوال التمانينات واواخر السمانيه دول هتلاقي هم Heavenly الحرب بين الاكس ولكن هتلاقي اللي هم ميلينيان دول وولادهم هتلاقيهم لسه اللي هم الألفة يعني ما عاشوش المعاناة بتاعتنا طيب انت شايف ان طريقة التعامل معاهم انت قلتلي ان انت ما بتحاول ان انت تصحبهم وما تعقبش بس انت شايف اكيد بيحصل مشاكل احنا مثلا وقت اهلينا كان بيبقى فيه لهو مش هتخرج في الويك اند هيتسحب منك الموبايل حتى لو انت في الجامعة مش هتنزل تخرج مفيش تلفزيون الحاجات دي كلها وبصراحة كنا بنحترم نفسنا وده بيبقى عقاب قاسي جدا طيب لما بيعملوا حاجة غلط ايه الطريقة او الحال انت ممكن تعملها هتتكلم مرة طب لو ما تنفس في المرة دي الطريقة الصحة ان هم يتعاملوا بيها هتتكلم تاني طب في التالت هتعمل ايه اهو انت ما قدامكش حال غيرا اللي احنا هنعمل الطرق اللي انت كيف تتكلم فيها هلا هسحب الموبايل مش هتخرج في الويك بس هي عمليا هي ما بتجيبش النتيجة معهم فعلا ما بتجيبش النتيجة معهم يعني يمكن انا عشان انا بقول كلين صاحبهم لما بكون صاحبهم بتعامل معهم بطريقة معينة بنزل معهم بخرج معهم بقى بهزر مع اصحابهم لما بكون بقى عايزة عقبهم انا باخد جنب منهم ده بيفرق يعني هم بيحسوا ان هم اتعاقبوا بسبب زعلك ان انت مصاحبهم اوي فهما زعلانين ان صاحبهم ما بقاش جنبهم لكن اي حاجة تاني هم اجانست الموضوع انا حتى كنت بكلم واحد صاحبي اولاده نفس سن اولاد فسألتوا سؤالتب انت بتعاقبهم ازاي قال لي بص انا جربت كل حاجة لقيت في الاخر ان انا مش عارف عاقبهم يعني مفيش يعني حتى طب القفش والزعيق والعصبية ما بتنفعش ما بتنفعش يعني في الاخر انت اللي بتتعبي هم يعني ما بتجيبش معهم يعني هم فعلا جي الواصف يا انت لو خط الموبايل مثلا اصلا ابني لسه صغير انا لسه ما وصلتش للمرحلة دي بس لو انت مثلا خط الموبايل وقفلت البلاي ستيشن وما فيش تلفزيون ازاي ما بيتقصروش ما هو هيقعد يعمل ايه ما بيقعدش يعمل حاجة بس هينام هو متدائي من جوا بس مش هرياحك اللي انت عايزة مش يعمله هو بقى بياخد الموضوع عند يعني انت بتيجي علي هو انت عشان يعني هو انت عشان انت اللي في ايدك السيطرة وفي ايدك الحاجة بتعمل كده طيب انا كمان مش هعمل اللي انت عايزه عارفة تفتكر ان شوية ولو مثلا حصل نفس الموقف هيفكر انه لأ انا دول كانوا يومين غلسين علي قوي مش عايز يتاخد مني تاني البلاي ستيشن ولا الموبايل ولا ان انا بضل محبوس حتى لو ما اعترفش ما اعترفش بس هل من جوا ممكن يفكر انه ما يعملش نفس التصرف اللي تعاقب عليه حتى لو ما باين لكش علشان مش عايز يعيش اليومين دول تاني وارد بس انت انا النهاردة ابني ماقدرش اخب منه الموبايل ابني جروب المدرسة وجروب الحاجات التمارين والحاجات الاولاين والحاجات بتاعك كلها على الموبايل فانا لو خطت الموبايل هو ببعاقب نفسي هيجي اقول له معلش الهومورك اقول له ما انا معرفش عارفة اللي هو هيتتبع معايا الاسلوب ده يعني لا ما انا معرفش ما انا ما شفتش طب انت مش كان عندك سيشن اونلاين ما انا ما شفتهاش هيتتبع معايا نفس الاسلوب ده طب هم ليه بيتكلموا دايما عن نفسهم بفخر انه هم احنا الجينزي عشان هم شايفين نفسهم العالم كله في يديهم بيقدروا يعملوا سيرش في كل حتة السوشيال ميديا خليتهم قريبين من كل حاجة ما اي حاجة عايزين يعرفوها فهم حاسين فيه فريق كبير قوي بيننا وبينهم فهم حاسين فخورين بنفسهم انا بروح هيك هم عندهم ثقة في نفسهم عالية جدا جراءة قوية جدا فهم حاسين انهم جين مميز عن اللي قبلوه يعني جين مميز عن اللي قبلوهم بكتير فهم شايفين دوت قدام عينهم وحقيقة هم حقيقة جين مميز يعني يا حقيقة ربنا يحمي كل ولادنا وبناتنا يا رب وبشكرة جدا يا احمد على وجودك معي نهارده نورتنا حقيقي نورتنا مش بس نورتنا في الستودي نورتنا ان انت يعني وضحت لنا ازاي نتعامل معاهم او ايه فكرهم او طريقتهم عاملة ازاي لان ساعات الناس بتفرج وتقول لا دول على فكرة اوحش مننا وبيحكموا عليهم بانهم اوحش منهم بس عشان حاطين لنفسهم تايتل ان هو ده جيل الجنزي او حاجة كده فشكرا لك ده انا بشكر حقيقة جدا وشكرا على الاستضافة الجميلة ديات ويا رب يعني اشوفكو تاني ان شاء الله بإذن الله برسي يا وياح شكرا شكرا